السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب وحبيب قلبي احلى متابعين في الدنيا متابعين فناصي كل يوم جديد مجدى الجنزي. لو اول مرة بتتابعوا معي متنسونيش من اللايك من الاشتراك بتفعيل الجرس. عشان انصالكم مني كل الجيد. واتمنى جماعة وصفاتي اللي بقدمها على القناة بتعجبكم وتنور ضاكم. النهاردة هنعمل وجبة من الوجبات الجميلة السريعة السهلة. اللي اولادنا بيحبوها. واحنا كلنا تمام بيحبها. ما فيه الشتنين بيختلفوا عليها. وهي اه اجنحة الدجاج. زي ما بيقولو. شايفين بقى احنا هنعمل الجناحة النهاردة كده حاجة تنلى العين وتنلى التاني. هنعمله ان شاء الله بالشكل اللي قدامنا ده. شايفين جناح الفرخة عامل زي بيكون وركمي الجناح. هنشوف مع بعض احنا هنعمل الجناح بطريقة دي ازاي. وهنخليه بالحجم ده ازاي. وكمان هياخذ معنا اللولي الدهب الجميل ده. شايفين اللون وشايفين الحجم قد ايه. ما شاء الله. يلا بقى بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. معانا طبعا الاجناحة منظفينها زي ما انتوا شايفين بقى كده. الكمية اللي انت عايزاها. والكمية اللي تناسب افراد قسرتك شايفين بقى منظفين الجناح ازاي. زي الفل مخليين وكده فل الفل. وفي هنا حتة اسمها الدبوس. طبعا احنا قصنها. اهي. منظفة كل الاجناحة زي بعضها. بالضبط وشايلة الحتة اللي هي السن دي او الدبوس. وطبعا في اه بيعين كتير اه فراغجية كتير بيبيعوا الجناح اه الحتة الاواغنية دي بس. لكن انا بحب اجيب من من المكان اللي بيبيع معاها اه الحتة اللي هي اه حتة من الكتف. بيبقى الجناح معانا واخد حتة كده من السدر كده من السدر الفرخة. فبيدينا حجم كبير. اهو انا ننظفة كل الاجناحة طبعا زي ما احنا عارفين التنديب بتاعها بالملح والخل والدقيق. نقعتها حوالي ربع ساعة ونظفتهم من كل الشوائب اللي فيهم. زي ما احنا شايفين كده نخليينهم فل الفل. يلا بقى بينا نحط حل على النار ونخلي الميا بتاعتنا تغلي. ولما الميا بتاعتنا تغلي هننزل بالاجناحة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده. الميا هي بتاعتي دخلها الغليان. نزلت بالاجناحة بتاعتي. شايفين انا بحطها ولازم ان تكون مفروضة كده عشان تدينا الشكل ايه الكبير اللي احنا عايزينه. حاولي تخلي الاجناحة مفروضة. اهو حاولي وانت بتحطيها. تخلي الجناح مفروض. ما تخليهوش مضموم على بعضه. هيبقى سهل علينا ان شاء الله لما يستوي. هيطلع بنفس الشكل اللي انت حطتيه. في الميا. اهو. وهيبقى سهل علينا في التوديب بتاعه. نيجي هنا بقى معانا في المرحلة دي بقى. بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد. طمط ماية مبشورة. آآ جزرايا زي ما احنا شايفين كده مقطعاها. جزرايا صغيرة. معايا تلت بصلات زغيرين برضو. انا عندي الاولاد بيحبوا البصل في الشربة. وكمان الجزر بيطلعوه وياكلوه. ومعايا احب البهارات مشكلة. ومعايا الملح. هحط كل المكونات بتاعتي دي في الشربة. وهحط معاها الملح لان الفراخ او اه الاجنحة طبعا عموما. آآ والفراخ البيضة اللي احنا عارفينها ما بتاخدش سوى. فمن الافضل نحط الملح بتاعها معاها. غلت المرأة بتاعتي وشلت من عليها الريم اللي موجود عليها. ودلوقتي بحط بقى المكونات بتاعتي كلها. زي ما احنا شايفين. الطمط ماية المبشورة. الجزراء المقطعة. البصل آآ الاورمة اللي هو البصل الزغير. وكمان البهارات. بهارات المشكلة دي. وكمان الملح. وهسيبهم بقى يستيقوا كده مع بعديهم بقى ويدونا بقى احلى طعم للشربة. وكمان اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد. احلى طعم للدبابيز بتاعتنا. مش دبابيز بقى ما احنا هنعملها ايه? احنا اتفقنا ان احنا هنعملها ايه? مش دببوس. هنعملها ورك فرخة. الاجناحة بتاعتنا دي هنعملها زي ورك الفرخة بالضبط. يلا بقى بينا نخش على المرحلة اللي بعديها. معايا طبعا كمية بيد. اهو كمية حلوة مناسبة من البيد. رشت عليها رشة من الفلفل للاسود. وطبعا اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد تدبلت الفيجتار دي انا اللي بعملها في البيت. وطبعا عملتها معاكم على القناة قبل كده. هسيب لكم اه الرابط بتاعها او اه هتلاقوها في شاشات النهاية ان شاء الله في اخر الفيديو. هتلاقي الفيديو بتاع الفيجتار ده هتلاقوه في الشاشات النهاية بازن الله. زي ما احنا شايفين كده بقى بحطها اه الجناح البتاع معايا في البيت مرة. وكمان برجع اه احطه في الفيجتار وكمان برجع احطه مرة تاني في البيت بتديله طبقة تانية بنفس الشكل كده. اهو وارجع بقى اه 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 اضغطه في الفيجتار بتاعي. زي ما احنا شايفين كده شوفوه المرتين اللي احنا عملناها فيهم. الجناح بقى بقى ايه? احنا بس محتاجين كمية بيت مناسبة. الاولاد بيفرحوا قوي 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 اه بالاجنحة دي وبيحبوا كده يقزازوها. بتبقى وجبة من الوجبات السريعة. ممكن تعملي جنبها اه شوية مقارونا. اه محمرة اه مكارونا اه بالسلسة او بالويت سوس. هتبقى سهلة وسريعة وفي نفس الوقت بقى هتبقى وجبة اه كاملة بقى يقزازوا براحتهم وفي نفس الوقت يكلوا اه جنبها المكارونا تبقى وجبة مشبعة. زي ما احنا شايفين بقى كده. وهنعمل كل الاجنحة بتاعتنا بالشكل ده. طبقة من البيت طبقة من الفيجيتار وارجع تاني احطها في البيت وارجع اديها اه مرة تانية طبقة من الفيجيتار. معايا بقى المرحلة اللي بعديها اه زيت غزير كده على النار وبنزل فيه اللهم صلي وسلم وبرك عليك سيدنا محمد. الاجنحة بتاعتي بالشكل ده. بحط كمية مناسبة ما بحطش كتير. كمية مناسبة على قد الطاصة بتاعتك. ودي وجبة من الوجبات السريعة اللي كلنا بنحبها. واولادنا بيحبوها. بسم الله ما شاء الله يعني اه دي الكمية اللي انا لحقتها من ايد الاولاد عشان اصورها لكم. لون بتاعها جميل. الفيجيتار عاملينه بنفسنا في قلب البيت. عاملين الاجنحة بتاعتنا شايفين بقى اخدت ايه الحجم بتاعها والشكل بتاعها. بسم الله ما شاء الله يعني اخدت حجم كبير. حاجة كده تملى العين وتملى التانج. اتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم وصفتي النهاردة. وما تنسونيش بقى من اللايك من الشير سبسكراي بتفعيل الجرس. عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها لكم على القناة تعجبكم وتنور داكم. يلا بقى لايك وشير وفيد الغير. شايفين الجناح معانا قد ايه? حاجة كده زي الفل. يلا بقى از از مع بعض. شايفين سخن مولع.